مرحباً جميعاً، هذا الشيخ نادل معكم جميعاً من نوروغي في المتابعة المتابعة، سأعطيكم رسيبات 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 يمكنكم استخدامكم في ايضاك الفيديو قصير جداً نمنى مشاهدة الفيديو لمعرفة كل البدائل كل الأسرار نجاح العجدة نوضع كوب من الحمص الجاف نوضع ماء من الصنبور نتركه 8 ساعات طبعاً كل ساعتين يفضل تبديل الماء كل ساعتين تكون أفضل هيك بعد 8 ساعات أنا بدلت الماء عنه 4 مرات تقريباً بدلت الماء نوضع كوب ماء من الصنبور لكل كوب حمص ناشف كوب ماء من الصنبور ليس الحمص المنقوع الحمص الناشف كل كوب حمص ناشف كوب ماء من الصنبور هيك نطحنه جيد حتى ينعم تمام وهنا سأتحدث لكم عن البدائل نعمل محسن الخبز نعمل معلقة كبيرة خلب كوب ماء من الصنبور نعمل معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة كمية الملح نحرك هذا هو عبارة عن محسن للخبز تعملوا انتوا بالبيت هيك نوضعوا مع الخليط وممكن احنا نضيف اي نكهة احنا بنحبها ممكن زعتر انا اضفت زعتر ممكن كمون ممكن سمسم ممكن الحبة السوداء كيفكم انا اضفت زعتر هيك بعد ما خلطنا مكونات جيد نسكوب بالصنية لازم نوضع ورقة زبدة او اي نوع دهون نوضع تحت العجنة وهيك نوضع بالفرن ننشغل الفرن مسبقا الحرارة من فوق ومن تحت نوضعه الخبز بالرف الاوسط ويجب دائما مراقبة المدة لانه من فرن لفرن يختلف ممكن سبعة دقائق ممكن ستة ممكن تسعة حسب نوع الفرن منتظر خمس دقائق منتظر خمس دقائق طبعا نشغل الفرن احنا على اعلى شيء خصوص دقيق الحمص دقيق الحمص نفس الشيء بتعامل معه لكل كوب دقيق من دقيق الحمص كوب من الماء العادي وبنوضع بكم سودا والملاح نفس الشيء والخل نفس الشيء بتعامل معه ولكن الفرق انه احنا بعد ما نعجن العجنة نتركها منغطيها منتركها ترتاح نص ساعة حتى تشرب السوائل في امان الله اكتشفونا بصفة جديدة اشتركوا بالقناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة